رئيس السيسي يؤكد سعي مصر لترصيخ الشراكة مع روسيا في المجالات كافة السيسي يؤكد ان التعاون مع الدول الافريقية يحظى باولوية متقدمة لدى مصر المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن اصرار الجيش على تحرير العاصمة ترابلوس من الارهاب التساعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة تحية لكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعي مصر لترصيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وخلال لقائه مع وزير الخارجية الروسية سيرجيلا بروفا اشار رئيس الى موضوع استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة ومعريبا عن تطلع مصر لقيام الجانب الروسي بالانتهاء من هذه المسألة قريبا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد سيرجيلا بروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد ميخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معربا عن اعتزاز مصر بعلاقتها مع روسيا والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن اهمية تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين لاستعادة الامن والاستقرار الى منطقة الشرق الاوسط وزير الخارجية الروسي في المقابل نقل تحيات الرئيس بوتين للسيد الرئيس وتثمينه لما تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مثمر تحرص روسيا على تعزيزه والارتقاء به على مختلف الاصعيدة واشار لفروف الى اهتمام روسيا بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين وفيما يتعلق بالشق الثنائي ذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراضا لعدد من الموضوعات في هذا الاطار حيث اكد السيد الرئيس سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر مثل مشروع محطة الضبع النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية كما اشار السيد الرئيس الى موضوع استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة وتطلع مصر لقيام الجانب الروسي بالانتهاء من هذه المسألة قريبا وقد اكد وزير الخارجي الروسي التزام بلاده بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعتها في مصر وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين في اكتوبر الماضي كما اكد لفروف ان الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الاجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة وعلى صعيد الشق الامني ومكافحة الارهاب تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الارهاب حيث استعرض السيد الرئيس الرؤية المصرية في هذا الشأن وخطورة مسألة قيام بعض الجهات والدول بتقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الارهابية وقد اكد لفروف تأييد روسيا للجهود المصرية الجارية في مجال مكافحة الارهاب وعزمها مواصلة التنصيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال على مستوى الاجهزة والمؤسسات المعنية وعلى صعيد التعاون الثلاثي في القارة الافريقية شهدت المباحثات استعراض فرص التعاون بين البلدين في هذا السياق في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي ودعوة روسيا لعقد قمة افريقية روسية في اكتوبر المقبل والتي يسبقها منتدى الاعمال الافريقي الروسي حيث اكد السيد الرئيس على اولويات الرئاسة المصرية تجاه افريقيا لسيما فيما يتعلق بالشق التنموي وتطوير البنية التحتية بالقارة الافريقية وتحقيق الاندماج الاقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ اهداف اجندة 2063 كما تم تناول اخر المستجدات على صعيد القضايا الاقليمية خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعمليات السلام وقد اكد السيد الرئيس في هذا الاطار الموقف المصري الثابت بحل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية الذي يعد الحل الامثل لاحلال السلام والتهدئة في منطقة الشرق الاوسط باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة بل والعالم مستعرضا في هذا الصدد جهود مصر لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الاوضاع في غزة وفيما يخص الاوضاع في ليبيا اكد السيد الرئيس ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتدارك خطورته لسيما ان عمل الوقت يعد حاسما للغاية ولتقويد انتشار التنظيمات المتطرفة مشيرا في هذا الصدد الى دعم مصر لاعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية كما اعرب السيد الرئيس عن مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول لتسوية سياسية للأوضاع في سوريا وكذلك احتواء خطر العناصر الارهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الاجانب والحيلولة دون انتقالهم الى مناطق اقليمية اخرى اشتركوا في القناة 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 اكد وزير الخارجية سمح شكر اهمية استمرار التعاون وتشاور مع روسيا لإيجاد ارضية لتعزيز الاستقرار الاقليمي والتنسيق بين البلدين على المستوى الدولي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك والذي عقده شكري مع نظيري الروسي سيرجي لفروف في ختام مبحثتهم بالقاهرة حيث اكد عمق علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو في العديد من المجالات وكذلك التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك تم خلال لقاءه مع سيد الرئيس استعراض اوجه العلاقات الثنائية المصرية الروسية وتم التأكيد على الاهتمام الذي تولي البلدين لاستمرار تعزيز هذه العلاقات في كافة الاوجه والتنسيق الوسيق فيما بينهما عقدنا بالمثل جلسة مباحثات موسعة ضمة وفداء البلدين تم فيها ايضا استعراض تفاصيل اوجه العلاقات الثنائية وهي متشعبة ولها اوجه عديدة تخدم مصالح الشعبين وتعزز من النمو الاقتصادي في مصر ونتطلع الى تنفيذ كافة الاتفاقات الهمة التي تم ابرامها في هذا الصدد ايضا وذلك يأتي على ارضية الاتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل الذي تم توقيعه خلال زيارة السيد الرئيس في اكتوبر الماضي لموسكو وضف شكري ان التعاون الروسي والنصري يتم من خلال مشاريع ضخمة ومشيرا لانه يتم التعاون بشان تنمية الاقتصادية في مصر واربا شكري عن تطلع مصر الى زيادة عدد السياح الروس الوافدين الى البلاد مصر حريصة بالتأكيد على الاستمرار التواجد للمواطنين الروس للاستمتاع بالمقاسة السياحية المصرية كان هناك عدد وفير تأثر بالقيود التي وضعت على الطيران العارض الى بعض المقاسد السياحية في مصر ونحن نعمل بشكل كثيف مع الحكومة على النطاق الفني لتجاوز هذا الامر مصر تعاملت مع هذا من منطلق التقدير لاهمية هذا الموضوع ليس فقط للامن المواطنين الروس ولكن ايضا اتساقا مع جهود مصر للقضاء على الارهاب وايضا تعزيز الامن الخاص بمقاسد السياحية التي نوفر لها كثير من الجهد وايضا للمطارات وقد تم اتاحة تعاون غير مسبوك خاصة مع الاصدقاء في روسيا في دوق العلاقة الوثيقة التي تربطنا من استقبال عديد من الوفود الروسية لمراجعة اجراءات الامنية وايضا لوضع المقترحات والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا الشأن اكد شكري ان مصر تدعم الحلول السياسية في ليبيا وتنحية الحلول العسكرية ومشددا على اهمية التوصل الى اتفاق ليبي ليبيا هناك تطابق في وجهتي نظر البلدين مصر عززت منذ البداية الاتفاق السياسي كوسيلة للبعد عن اي حلول عسكرية على الساحة الليبية وتأكيد ان التوصل الى توافق ليبي ليبي هو الوسيلة ومن خلال الاتفاق السياسي الذي دعمته مصر ودعمت جهود المبعوث الاممي سواء من سبق المبعوث الحالي او المبعوث الحالي في خلق الارضية المناسبة للتوافق والتفاهم فيما بين الاشقاء في ليبيا ولكن الامور لابد ان تأخذ في مجملها الوضع في ليبيا على مدى السنوات الماضية وضع مقلق فيما يتعلق بعدم الاستقرار فيما يتعلق بنفاذ الارهاب الى ليبيا بشكل واسع خاصة في الجنوب الدعم الذي تقدمه اطراف اقليمية للتنظيمات الارهابية والميليشيات كل ذلك يزيد من المخاطر على الشعب الليبي ويزيد من عدم الاستقرار ويشكل تهديد سيادة ووحدة الاراضي الليبية من جانبه قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف انه اجرى محادثات مسمرة مع الجانبي النصرية قد شاهدت هذه الالعاقات الثنائية بين بلدين ارتاقت الى مستوى جديد نوعيا واليوم تحدثنا عن التدورات الاجابية في مجال التجاري في الالعاقات التجارية بين بلدين وقد شاهدت تباطل التجاري بين بلدين في سنة المادة ويرتقى لمستوى اكثر من سبين مليار دولار وهناك مجالات جديدة استثمارات والصناعة وانا اقصد هون انشاء منطقة صناعية روسية في مصر وبنها محطة نووية في مصر واشارنا الى دورة الاجابية على التالعب وهو اللجنة الحكومية المشتركة في مجال التعاون التجاري والانتسادي والدقني والعلمي ومن المتوقع عن تجه الجلسة اللحقة لها الجلسة في هذه السنة في الكاهرة وكذلك نحن شضنا بضعه بالمجال الانساني لتعاون الثنائي واشارنا الى اتفاقتنا حول اجراء السنة الانسانية المتبادلة في السنة القادمة وكذلك تحدثنا حول يعادة رحلات الجوية المباشرة بين مدن روسية ومصرية اكد رئيس عبدالفتاح السيسي ان التعاون مع الدول الافريقية في كل المجالات يحظى باولوية متقدمة لدى مصر وخلال لقائه مع اعضاء مجلس امنا مكتبة الاسكندرية ثمن رئيس دور المكتبة ومجهوداتها محليا واقليميا ودوليا والتي تتكامل مع ما تقوم به الدولة ومشيرا الى ان المكتبة لديها القدرة على ان تساهم في نشر الوعي المجتمعية باثر التكنولوجيا البازغة في المجالات كافة واستمع الرئيس خلال اللقاء الى رؤى وافكار اعضاء مجلس امنا المكتبة حول سبل دفع وتعزيز دور المكتبة ومشيرا الى اهمية الاغذف الاعتبار بتنامي انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالية والذي يشهد ثورة صناعية رابعة يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الاسبوع الجاري زيارة الى العاصمة الامريكية واشنطن تلبية لدعوة من نظيره الامريكية دونالد ترامب وكذا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الزيارة تأتي في اطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين القاهرة وواشنطن بما يحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الاقليمية وتطوراتها نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة ندوة حاشدة عن التعديلات الدستورية المقترحة واكد المشاركون في الندوة حتمية وضرورية تلك التعديلات ومشيدين بحالة الحوار والنقاش الثرية بين كل المصريين حول جدوة التعديلات والمواد المطروحة بتعديلها اشتركوا في القناة اعلن رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الاستاذ تامر مرسي بدأ الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات اعلام المصريين وديميديا واصدر الاستاذ تامر مرسي قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية عامة تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والاهداف وادارة الهيكلة المطلوبة في شركات المجموعة الخاصة بالخنوات الفضائية التي تشكلت من الاستاذ تامر مرسي رئيسا وبعضوية المهندس حسام صالح والاستاذ سمير يوسف والاستاذ حازم شفيق والاستاذ هشام سليمان واعلن الاستاذ تامر مرسي تكليف الاستاذ حازم شفيق برئاسة القنوات العامة لشبكتي اون والحياة واستمرار الاستاذ سمير يوسف رئيسا لقنوات سي بي سي استمرار الاستاذ هشام سليمان رئيسا لقناة دي ام سي العامة كما اتفقت اللجنة التنفيذية على تكليف الأستاذ ألبرت شافي مدير لقناة أكسرا نيوز مشرفا على قنوات الأخبار بالمجموعة والأستاذ أيمن سالم رئيسا لقناة أونس بورت والأستاذ محمد سمير مديرا لقناة سي بي سي صفرة كما تم إسناد إدارة قنوات الدراما التابعة للمجموعة للأستاذ يسري الفخراني وكذلك تكليف الأستاذ محمود مسلم بالإشراف على السياسة التحريرية والمحتوى السياسية في القنوات التابعة للمجموعة وتكليف الأستاذ خالد مرسي منصقا عاما لقنوات أون والحياة كان الأستاذ تامر مرسي أعلن في وقت سابق تعيين شركة وورد ميديا وكيلا إعلانيا حصريا لشبكات أون والحياة و سي بي سي و دي أم سي ومشيرا إلا أن كافة القنوات الفضائية التابعة للمجموعة تعمل على قدم وصاق من أجل استقبال شهر رمضان المعظم وذلك من خلال تقديم أعمال هادفة تناسب الأسرة المصرية بمختلف فئاتها وسيتم الإعلان على المحتوى الرمضانية في وقت قريب بعد استقرار تنسيق الخرائط المختلفة للقنوات ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار اعتماد 11 توصية في ختام فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت توصيات اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 20-30 لتوفير تعليم عالي الجودة وإعادة إحياء ثقافة التعلم بين الطلاب لتقييم تجربة اكتساب المهارات الجديدة بدلا من الاهتمام بالشهادات فقط والتركيز على القيم التي يتم إنشاء الجماعات من أجلها ومراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتصميم برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل وضرورة تنظيم المنتدى بشكل سنوية لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالي أكد وزير التربية وتعالي وعليم طارق شوقي إن الهدف من تطوير التعليم هو الطالب وخلال مؤتمر صحفي له قال شوقي التطوير المستهدف من المرحلة الثانوية ليس التابلت وإنما تغيير نوعية أسئلة الامتحانات وطرق التقييم وضف إن الوزارة تعقدت مع شركة مصرية للتأمين على التابلت ضد التلف ونجحت في إصال الأجهزة للمستهدفين في مختلف المناطق الوزارة استجابة لمخاوف ولادنا أو أهليهم تعقدنا مع شركة مصرية للتأمين تأمين ضد الكسر والسرقة والطياع لأجهزة التابلت بسعر يعني قليل جدا بعد مفاوضات صعبة جدا مش بس يعني جبنا التابلت وخلاص لا جبناها وعملنا لها configuration وsecurity وكل حاجة وبانتباعنا شايفين كل التابلت دي من حتة مركزية نقدر نشوف مين اللي بيعمل لها hacking ومين المطفي ومين اللي مشغال وحاجات كده مش تجسس يعني بس تبع عارف زي ما شركت تليفونات شايفت تليفونات يعني حاجة عادية الوزارة نجحت في توزيع الأجهزة ودي عملية برضو لوجستية مش سهلة عشان الأجهزة دي تروح لصاحبها للمستهدف لها جهزة غالية فمنفعش يحصل فيها مشاكل الحمد لله مشت كويس جدا لطلاب المدارس الحكومية والخدمات اللي يظلوا يسألوا أو في بعض المدريات مش عارفة ندي الخدمات لا الخدمات ليهم تابلت زي الحكومة بالزرق ودينا للمدارس الخاصة وطلبة المدارس الخاصة والمعلمين قالت وزيرة الصحة هل زايد أن التعاون مع القطاع الخاص بعيد تماما عن القصقصة لأنه يقوم على تبادل ونقل الخبرات وتدريب وخلال تفقدها برفقة محافظي بور سعيد اللواء عدل الغضانة مستشفى بور فؤاد العام للوقوف على أعمال التطوير الجارية بها في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أشرت الوزيرة إذا أن القائمين على العمل أكدوا أنه تبقى نحو 39 يوم فقط على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة المستشفى على أن يتم الانتهاء من تجهيزات والأجهزة منتصف شهر يونيو المقبل القطاع الخاص جزء من المنظومة الصحية عندهم قصص نجاح كبيرة جدا نقدر نستفيد منها بشكرهم على دعمهم للقطاع الصحي وعلى منظومة التأمين الصحي في مصر لأن مجرد أننا قعدنا مع بعض كلنا وقلنا عايزين ممكن تساعدونا بصراحة اللي عملوه كان فوق الخيال حقيقي يعني وكأنهم بيشتغلوا لتطوير أو لإعداد مستشفى تخصهم هم وحددخلهم أرباح كمان التعاون ده تعاون بعيد تماما عن بعض ما يسمى بالخص خاصة ده تعاون نقل خبرات ونظم تشغيل وأدوات تدريب وبروتوكولات علاج من القطاع الخاص للناجح اللي احنا كلنا بنفتخر به وكلهم معتمدين دوليا من جي سي آي إلى مستشفى وزارة الصحة للتابعة للتأمين الصحي الجديد عشان لما نبدأ نبدأ بفكر جديد بطريقة جديدة باسلوب مقدمي رعاية صحية يعنيهم على الرضاء المريض وعلى تكلفة الخدمة وأيضا أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أن دولة تقدم جميع أوجها الدعم والتقدير والتكريم للأبطال المصريين الذين نضلوا ضد العدوان الثلاثية وجميع الحروب التي شهدتها البلاد جذلك خلال زيارتها برفقة محافظ بورسعيد عادل الغضان لإحدى مناضلات بورسعيد زينب الكفراوي بالمستشفى العسكري بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة الرعاية الطبية للمناضلة المصرية العظيمة ومن جانبها عبرت الكفراوي عن سعادتها بهذه الزيارة مواجهة الشكرى للرئيس السيسي ولوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة موسيقى 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 أكد وزير الزراعة عزدين أبوستيت زيادة مساحات زراعة الأرز في المحافظات بنسبة تصل إلى 25% هذا العام وخلال تفقده مع محافظ الشرقية معهد بحوث الصحة الحيوانية بمدينة الزقازيق وعدد من المحاصيل الشتوية ومزرعة للثروة الحيوانية بقرى المحافظة أشعر الوزير في تصرحات لأكسرا نيوز أن الوزارة أدخلت هذا العام أصناف جديدة من الأرزة تتحمل الجفاف والرطوبة نتيجة جهود التعاون بين الوزارة ومعاهد البحوث والري بالإضافة إلى زراعة الأصناف العادية زي ما احنا شايفين الحالة مبشرة هنا في الشرقية لأن الشرقية بتنتج على الأقل شوية من ربع الإنتاج الحيواني والداجيني على مستوى جمهورية أيضا المساحات المنزلعة في زمام المحافظة مساحات كبيرة ودائما بنحب نتطمن أول بأول سواء بالتواصل مع معالي المحافظ من خلال الإدارة الزراعية على حالة المزرعات بس ده ما يمنعش أن نحن نيجي ونشوف على أرض الواقع أن التأرير اللي بيجي لنا بتطابق ما هو موجود الزيارة هامة جدا بالنسبة لنا لمتابعة محصول الأمحة وبرضو منقشة زي ما هو سيادته تفضل وقال مزرع الأرز إن شاء الله المنزرع القادم إن شاء الله الزيارة كلها مصمرة الحمد لله وزي ما حدرتك شفت المعامل روحنا الزار سيادته المعامل وإن شاء الله زي ما احنا متعودين دايما مع الوزير الدعم الكامل لكل احتياجات المحافظة أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي إن سيارات الضبطية القضائية لا تقتصر على منطقة بعينها وستجوب كل المناطق وأضاف عبد المعطي إن القانون الجديد لحماية المستهلك يلزم التاجر بإعلان سعر ومضمون السلعة ومناشدا المواطنين بعدم شراء شيء بدون فطورة كان جهاز حماية المستهلك قد أطلق خدمة جديدة لأول مرة في مصر وهي سيارات نجدة المستهلك في إطار منظومة علمية جديدة لحماية حقوق المستهلكين في مصر جهاز حماية المستهلك هو جهاز أنشايته الدولة لضبط الأسواق لحماية وصول حقوق المستهلك الجهاز يتحرك في محاور مختلفة سواء المحور التوعوي وهو دور الجهاز الشريك فيه مع كل مؤسسات الدولة لابد أن نساعد في رفع الوقت المجتمع للمواطن يبقى عارف حقه إيه يبقى عارف كيفية التواصل مع أجلس الدولة عشان ياخد حقه في هذه المنظومة إزاي من محور الرقابي وهو دور اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة من الجهاز لابد أن يفتتح في روعه في كل المحافظات احنا وجودنا النهاردة عشان ننسق لفتح فرق إقليمي فيه يغطي محافظة الدقالية والكعدادها السكاني كبير لأن حماية وصول حقوق المستهلك ده بتستهدف كل المواطنين على مستوى الجمهورية ده توجيئات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية وصول حقوق المستهلك ضبط الأسواق هو المستهدف الأساسي بنامج الحكومة دايماً اللي أكد عليه السيد دكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس خوزراء بضرورة إيجاد أليات غير تقليدية لحماية وصول حقوق المستهلك الجهاز حماية المستهلك هيبقى هو داعم للمستهلكين عشان الكل السلعة اللي مفروضة تبقى معروضة في كل المحلات تبقى عليها أسعار واضحة وأي شكوى من المواطن بيلجأ للجهاز الجهاز فوراً بيتحرك حتى بفيه عربيات كمان إن شاء الله في الشارع مجرد ما بيتزل على تليفون بتروح له على طول مباشرة بتشوف له المشكلة وبتحاول تحلها يعني بنتكلم على دعم المواطن المصري البسيط اللي هو بيشتري حاجة بشكل رسمي الأسعار عنده واضحة قدامه يختاره زي ما هو عايز ومن حقه يستبدل السلعة في حالة السلعة المستبدلة يعني لو طبعاً مش هغير فاكهة وغير بتاع بعد أسبوع لكن الحاجات اللي هي هتستبدأ زي ملابس زي أجهزة كهربية زي كده من حقه نستبدلها في خلال 15 يوم من 15 ل 30 يوم وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكفت مدريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنصيق مع قطاع الأمن المركزية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية عليها إحكاماً لسيطرة الأمنية وفرضاً للقانون وضبطاً للخارجين عليه وصلت الأجهزة الأمنية جهودها والتي أثمرت خلال أسبوع عن استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت عن ضبط 624 متهماً بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري كما تم ضبط 25 قاضية اتجار بالمواد المخدرة في هذه البؤر بينما تم ضبط 1286 قطعة سلاح ناري من بينها 125 بندوقية آلية و814 فرد محلي إضافة إلى ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية في إطار التصدي الحاسم لتجار وحائز الأسلحة النارية دون ترخيصة الأجهزة الأمنية نفذت نحو 500 ألف حكم قضاء من بينها أكثر من 250 ألف حكم غرامة ونحو 172 ألف حكم حبسة وأكثر من 63 ألف حكم مخالفة وخلال أسبوع تم ضبط 18 تشكيلاً عصابياً ارتكبوا 77 حادث سرقات بالإقراه ومتاجر وسيارات ونشل وكشف غمود 47 حادثاً منها قتل عمد وانتحى الصفة بإجمال 64 متهماً كما تم ضبط 31 سيارة مبلغ بسرقتها وعلى صعيد ضبط حائزي وتجار المخدرات ضبطت الأجهزة الأمنية 1322 قاضية اتجار بالمخدرات بإجمال 1450 متهماً بحوزتهم كميات متباينة من مخدرات متنوعة منها أكثر من 143 كيلوغرام من الحشيش وأكثر من 273 كيلوغرام من مخدر البانغو وأكثر من 20 كيلوغرام من مخدر الهروين ونحو 56 ألف كرس مخدر وحفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لوصول الدعم لمستحقية استطعت الأجهزة الأمنية ضبط 100 قاضية بيع استوانات بتجاز بالسوق السوداء بإجمال مضبوطات تقارب 6000 استوانة وضبط 35 قاضية تلعب بدعم المواد البترولية بمضبوطات وصلت إلى أكثر من مليون وخمسمائة وسبعين ألف لتر كما تم ضبط 6815 قاضية سلعة مونية وأخرى منتهية الصلاحية بمضبوطات وصلت إلى نحو 912 طن منها 398 قاضية سلعة غذائية منتهية الصلاحية بمضبوطات تعادت 198 طن وكذا 130 قاضية بيع سلعة مونية بالسوق السوداء بمضبوطات تازن نحو 18 طن وفي إطار التصدي لجرائم سرقات الطيار القهربي تم ضبط 65725 قاضية سرقة طيار القهربي ومخالفة لشرط التعاقد بلغ إجمال المبالغ المسددة منها لصالح خزانة الدولة ما يقارب 52 مليون ونصف المليون جنيها 1403 قضايا تهرب ضريبي وجمرقي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها حيث وصل حجم التعاملات المالية في هذه القضايا أكثر من مليار ومئة وثمانين مليون جنيها في حين بلغ قيمة المبالغ المسددة لصالح خزانة الدولة من التصالح في عدد من هذه القضايا نحو مليون ونصف المليون جنيها وضبطت الأجهزة الأمنية وعلى مدى إسبوع أيضا 19 قاضية تحويل واختلاس وغسل أموال وكسب غير مشروع واستغلال نفوز مزعوم واحتيال مصرفي وسوق مال بقيمة بلغت نحو 62 مليون جنيها وأكثر من 6 ملايين عملات أجنبية متنوعة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضد شخصين أثناء محاولتهما لتهريب 295 كيلو جرام من مخدر القاطئ إلى داخل البلاد من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوية لقطات حية للاحظة القبض على سنين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بعد أن رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزامهم جلب شحن كبير من مخدر القاطئ لداخل البلاد وذلك داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوية لترويجها على عملائهما بالبلاد القبض تم بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدريات أمن القاهرة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية وتم ضبط 21 طردا تحتوي على 295 كيلو جرام من مخدر القاطئ وذلك داخل قرية البضائع بميناء القاهرة الجوية واعترف بجلب المواد المخدرة لترويجها على عملائهما داخل البلاد حيث تقدر القيمة المالية للمضبطات بمليون وخمسمائة ألف جنيها لتسطر أجهزة مكافحة المخدرات نجاحا جديدا على صعيد ضرباتها المؤثرة والقوية ضد تجار ومهريب المواد المخدرة ما يؤدي إلى إجهاض مخططاتهم لإغراق البلاد بسموم القاتلة وهو ما يسهم في حماية شباب من الوقوع فريسة لهؤلاء في شان آخر أكد وزير البترول لا طرق المل إن اكتشافات الغاز بمصر ومنطقة شرق المتوسط دفعت المنطقة للتعاون في هذا المجال والعمل على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وخلال كلمته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمية دافوز البحر الميت والذي تستضيفه الأردن أشار المل إلى الدور الذي تلعبه صناعة البترول والغاز في دعم الأهداف التنموية للدول النامية ودعم اقتصاديها لما يحقق أهداف شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط على أن مصر تمتلك حاليا فرص كبيرة للاستثمار في مجال السياحة جذلك خلال لقائها بجانب وزيري الاستثمار والتجارة مع رئيس البنك الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد في الأردن تناول اللقاء المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها في السوق المصري والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة وخلال لقاء أشارت المشروعات إلى أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء صندوق تطوير الفنادق لجذب استثمارات من شأنها أن تساهم في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ إن استراتيجية التنمية المستدامة عشرين ثلاثين بها محور كامل حول الإصلاح الإدارية جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإفراقي الأول للحوكمة والتنمية والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة التقطيط والألية الإفراقية لمراجعة النظراء يأتي المؤتمر استكمالا لاجتماعات المنهجية الثالثة للألية والتي انطلقت منذ عدة أيام ويناقش موضوعات الحوكمة وإصلاحات الخدمات المدنية والعمل الاستراتيجية في تحسين ممارسات الحوكمة نحن عندنا جهاز إداري كبير وضخم وفيه تعقد في التنظيمات الإدارية تحدي تاني اكتشفناه إنه موجود عندنا إنه فيه الكثير من التشريعات المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة عندنا ضعف في إدارة الأصول المملوكة للدولة عندنا حاجة متعلقة بالمركزية وعدم رضاء عن الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الدولة عندنا إشكالية أخرى تتعلق بضعف مستوى الحوكمة في المؤسسات العامة ولدينا أيضا تحدي آخر يتعلق بتزايد عدد الموظفين الحكوميين حيث أن الدولة كانت يوما ما تضمن الوظائف لجميع الخريجين فلدينا عدد كبير جدا من الموظفين ولدينا تحدي ثقافي يتعلق بالجهاز الإداري للدولة هذا التحدي الثقافي يعني له حاجات كتير أوي إنه والله أحلى بنعمل شغل محدود يقابل الأجر المحدود اللي احنا بناخده الجزء الرئيسي اللي بعد ما رفعنا الواقع بصينا على استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة فيها محور كامل حوالي الإصلاح الإداري أكد النائب ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط هيثم دياب لأكسترانيوز إن الحوكمة تمثل حاليا ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما تؤكد عليه اجتماعات الآلية الإفراقية لمراجعة النظراء التي استضفتها مدينة شرب الشيخة من جانبه أشار ممثل نقطة الاتصال بالآلية الإفراقية بالسودان عبد المنعم السني الأهمية توحيد معايير الحوكمة بين الدول الإفراقية المختلفة حتى يمكن الوصول لمؤشرات حققية في هذا الصدد فكرة الحوكمة دلوقتي أصبحت شيء أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على مستوى الوطني أو على مستوى الاقليم أو على مستوى الدولي فحوكمة السياسات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وحسن تقديم الخدمات للمواطنين هي أولوية مش محتاجة أن أي حد يسلس الضوء عليها أكتر من ذلك فيأتي هذا المنتدى كفكرة إننا نبدأ نضع هذه المبادرة موضوع التنفيذ فوزارة التخطيط مع المعهد القومي للإدارة مع الاتحاد الأفريقي والألية الأفريقية لمراجعة النظراء وخاصة هذه الألية هي فكرتها أن يتم تقييم أفريقي لتقييم نظراء للدولة الأفريقية لتقييم ومعرفة مدى التطور في إجراءات الحكامة فكان فيه سابق كل دولة لديها مؤشرات مختلفة وبالتالي لا يمكن أن تعطي معيار للقياس مشترك فمن فوائد هذه الورسة أننا بدأنا نفكر في كيفية أن نتفق على معايير مشتركة وطرق للقياس مشتركة هذا هو الذي أنا بالنسبة لي مهم جدا وبالتالي يمكن أن يكون الإجابة لهذا السؤال هو إجابة منطقية يمكن أن نتحدث عن دولة إيجابيا ولكن عندما يكون هناك معايير مشتركة للقارة الأفريقية بالتأكيد سيكون التقييم موضوع جدا أنا في تقديري نحن لا نستطيع أن نقول أننا في سودان على الوضع الذي نتمناه ولكن مؤكد نحن في بداية الطريق وعندما نأخذ هذه المؤشرات وطريقة المراجعة سنستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نحكم كثير من قضايانا داخل السودان وأيضا نشارك القارة في الهموم 38 دولة إفريقية تعمل داخل كيان الألية الإفريقية لمراجعة النظراء وذلك لأعداد تقارير تعد بمثابة مراقبة ومراجعة ذاتية حول مؤشرات الحوكمة في دولها وتجتمع سويا لتبادل الخبرات بينهما المزيد نتبعه مع حضرتكم في سياق تقرير التالي منذ العام 2003 وحتى الآن شهدت وكالة الألية الإفريقية لمراجعة النظراء والتي يطلق عليها APRM تطورا خدم هدفها الرئيسي الحوكمة في القارة الإفريقية هذا العام تستضيف المدينة المصرية شرم الشيخ لأول مرة اجتماعات المنهجية الثالثة للألية هي ألية ذاتية إفريقية لمراجعة القضايا المتعلقة بالحوكمة وهي قضايا رئيسية في عملية التطور والتحديث والتحول والتنمية في القارة الإفريقية وهذه الألية الحقيقة بتنظر إلى عملية الحوكمة عبر موضوعات متعددة منها الموضوعات السياسية الحكم الرشيد وقضايا المتعلقة بالقضايا السياسية ثم أيضا القضايا الاقتصادية القضايا الاجتماعية والقضايا المتعلقة بحوكمة الشركات نحن في الآلية الأفريقية نقوم بعمل مراجعات دورية ونستخدم عددا من الأدوات لمراجعة الدول في طريق إداراتها ونقوم بإصدار التوصيات الخاصة بنا وفقا للتقارير المرسلة نحن نعمل على الوصول للدول التي لم تحصل على عضوية داخل الآلية الأفريقية 38 دولة إفريقية تعمل داخل كيان الألية على إعداد تقارير تعد مراقبة ومراجعة ذاتية حول مؤشرات الحكمة في دولها وتجتمع سويا لتبدل الخبرات حول قصص النجاح والعيوب في حكومات بعضها البعض ومن ثم وضع خطط للتنمية في هناك أسئلة موجودة على كل محور لابد أن تجيب عليها كل دولة علشان تكتب تقرير كل الناس نقدر نبقى شايفين بعض وبنتقاس على مئياس واحد كل الأسئلة اللي بتخلي يبقى فيه رؤية من خلال قراءة هذا التقرير لأي دولة تبص عليها كأنها خدت صورة فوتوغرافية للموقف الحقيقي للدولة فيه قالية مراجعة النزراء مختصة بأنها إعداد تقارير دورية عن الدول وبالتالي إحنا كأعضاء لجنة كل منا مختص بعدد معين من الدول إحنا اللي بنقود عملية إجراء المراجعة الدورية عن الدول الأعضاء في الـ APRM جلسات عديدة تضمنتها اجتماعات الآلية هذا العام ناقشت فيها موضوعات طريقة كالمؤشرات الرئيسية لقياس الحوكمة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 عمل طويل تأخذه الألية على عاتقها سعية لاستدامة التنمية في القرى بانضمام باقي الدول الإفريقية إليها والآخر تطورات الأزمة في اليمن حيث تمكنت قوات الجيش اليمنية من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء وقال الجيش اليمنية أن قواته نفذت عملية هجومية واسعة في جبال البياض بدعم من مقاتلات التحالف العربية وأضف أن العملية أسفرت عن تكبيد ميليشيا الحوسي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد قرر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جرافث تأجيل زيارة كانت مقرر لها اليوم إلى العاصمة صنعاء هذا فيما يصع جرافث لإقناع ميليشيا الحوسي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة والتي تنص على إنسحاب الحوسي من مينأي صليفة ورأس عيسى أما في سوريا فجددت المجموعات الإرهابية خرقها لاتفاق منطقة خفضة الصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بعض القرى الآمنة في ريف حماه الشمالي بسوريا مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين إلى ذلك ردت وحدات الجيش السوري على مصادر إطلاق القذائف برميات مدفعية وصاروخية دمرت خلالها عددا من منصات إطلاق النار وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين أعلنت الجيزة الأمنية في العراق مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابية بمحافظة الأنبار في غرب البلاد وقال قائد شرطة الأنبار إلى ما يسمى بالناقل العام لمعسكرات داعش الملقب بهباد أبو عائشة قتل بعد اشتباكات أو اشتباك في صحراء قرب بحيرة الرزازة جنوبية محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر يعاني سوق الصففير بوسط العاصمة العراقية بغداد المشهور بأعمال النحاس المصنوعة محليا من تراجع الطلب على منتجاته مما دفع العديد من الأكشاك لبيع الأقمشة المستوردة كما دعا تراجع السياحة في العراق العديد من صناع النحاس المطروق إلى ترك متجرم مزيد نتبعه في سياق التقرير التالي كان صوتا معروفا جيدا لسكان مدينة بغداد القديمة يقع المطارق التي تدق على النحاس في سوق الصفافير لكن صوت النحاس الذي يتعرض للطرق لصنع الأواني والأطباق أصبح أكثر ندرا الصفافير سوق بوسط بغداد يشتهر بأعمال النحاس المصنوعة محليا لكن مع قلة عدد السياح وتراجع الطلب على المنتجات المعدنية التقليدية فإن العديد من الأكشاك تبيع الآن الأقمشة المستوردة لا تزال هناك بعض الأماكن التي تبيع الأعمال المعدنية المصنوعة يدويا لكن يتم استبدال العديد منها بأكشاك ومتاجر أخرى تقدم سلعا رخيصة ثمن مستوردة من الصين أو الهند كما أدت الأزمة الاقتصادية القاسية والبنية التحتية الضعيفة وصناعة السياحة الضعيفة إلى مقادرة العديد من صناع النحاس المطلوق وترك متاجرهم في سبب العمل في سوق الصفافير بدأ يعني ينقرض أو ناس اللي كبرت ومورثت أولادهم زبان ماكوا أجانب ماكوا فلهذا السبب يعني بدأ سوق الصفافير يتحول من صفارين إلى أقمشة العدد القليل من صانع النحاس المتبقين يرفضون الواقع الذي وصل إليه حرفتهم ولا يزالون يتشبثون بالأمل لكنهم يشكون من ضعف الدعم الحكومي لمهنتهم الترافية وقلة الطلب من العملاء ومن المشهد العراقي إلى الليبي حيث أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري نقوات الجيش لديها تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في معركة تحرير طرابلوس من الإرهاب وأشار إلى أن المشير حفتر طلب بعدم استخدام سلاح الجو حفاظا على حياة المدنيين كاشفا إلى أن طائرات تابعة لميليشيات مصراطة هي التي قامت بقصف أماكن مدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نؤكد لكم جميعا نؤكد أن لحتى هذه الساعة لم نستخدم القوات الجوية بعد لم تدخل القوات الجوية في المعارك دعية حابية شكل من الأشكال سواء الطيران المقاتل الميك والميراج وسخوي أو طيرات العمودية بجميع أنواحها لم تدخل في المعركة حتى الآن حتى الإسناد الناري لم يقدم من قبل القوات الجوية وهذه تعليمات سيدي القائد العام عدم استخدام القوة المفرطة لحفاظا على الأهالي وحفاظا على السكان المحليين حفاظا على مقدرات الدولة ومقدرات الناس وأملاك المفتكة المنطقة إلا أن العدو استخدم قصفات واستطلاعات وتصوير جوي لمناطق تواجد القوات المسلحة ولكن نحن أولادينا تدابيرنا غرفة عامية القوات الجوية سيد اللواء طيار ركن محمد منفور أصدر بيانا يمنع بموجبه وجود أي طائرة حربية فوق منطقة العمليات وهي منطقة ترابرس بالكامل أي طائرة تقلع من أي مطار كان ومن أي مكان كان تستهدف قواتنا سواء بالعملات القتالية سواء بالاستطلاع سواء بالتصوير الجوي سيتم التصدي لها وسيتم ضرب المكان التي أقلعت منه سيتم ضرب القاعدة التي أقلعت منه من المشهد الليبي إلى تذكير بعنوين النشرة رئيس السيسي يؤكد سعي مصر لترصيخ الشركة مع روسيا في المجالات كافة السيسي يؤكد أن التعاون مع الدول الإفريقية يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يعلن إصرار الجيش على تحرير العاصمة ترابلوس من الإرهاب انتهت النشرة لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخبارية أكسفرانيوز دوت تيفي دمتن في رعاية الله وأمن هذا النقاط اشتركوا في القناة